السلام عليكم ان شاء الله ربي تكونوا بصحة جيدة اليوم ورجعت لكم بوصفة هاي لبرشة برشة برشة تنجم تكون وصفة خفيفة للعشاء ولا للفطور وتاوى نشوفوا مع بعضنا المقبل انا عندي ثلاثمية وخمسين جرام من الدقيق او الفرينة باش نزيد عليهم ملعقة كبيرة ملح وملعقة كبيرة سكر باش نزيد عليهم خمسين جرام زبدة اللي ذاوبتها تكون الساخنة برشة باش نزيد مياة وعشرين مليلي لتر من الحليب بيضة كاملة اللي هنا عندي نجم تحطوا يعني كيس من خميرة الخبز اللي هنا عندي الخميرة اللي تتفتفت حتيت منها نصف الكمية يعني عشرة جرامات ثم نخلط الخليط متاعي واذا كان حسيتو يستحق شوية فرينة كذلك تلموه كيما تشوفوا الهنا انا تكون عندي عجينة طرية ولكن ما تلصقش بالايدي كانت تحسوها مزلت ناقصة تزيدوها شوية فرينة ولكن ما تخليوهاش تكون يعني يابسة او ناشفة كيما تشوفوا الهنا يعني لخيها تكون عجينة سهلة جدا في العمل المتاحة وتتلم بسرعنا ما اكثرش من خمس دقائق دقائق طوى بش نغطيها للي يضعف الحجم المتاحة كيما تشوفوا الهنا بش نحي منها لهوا كيما تشوفوا نحاول نعجينها شوية مش برشة فقط بش نحي منها الغاز اللي تلم هنا عندي طبق بش نحطه في الفرن ناخد اللي عدينا متاعي ونحطها في الطبق ونحاول نحلها يعني ما نخليهاش سميكة لانه بعد مفعول لخميرة بش تزيد تنتفخ كيما تشوفوا هنا سمك متاعي يعني تقليبا سنتيمتر او سنتيمتر ونصف ناخذ سكينة حادة لانه نحاول نشكل يعني حافة الخبز تكون اعلى شوية تفهموا بعد علاش ثم بسكينا الحادة بش نحاول نحل فيها فتوحات ولكن ما نحاولش نوصلهم للقاعة متاحة بالنسبة للي عنده موس يكون يعني حاد يكون احسن انا هنا خذيت 30 جرام من الزبدة اللي تكون بحرارة المطبخ حتي عليهم ملعقتين من المعدنوس وكمية صغيرة جدا من الثوم انا ننسحكم حطوا نصف رأس وإلى رأس صغير جدا من الثوم شما يكونش التعم قوي واللي يحب يكون اقوى بالطبع ينجم يخليه اكثر ثم الخليط هذا متاعي بش ندهن به الخبز متاعي ونحاول نحطه في جميع الاطراف لانه بش يساهم في لمعان الخبز وكذلك بش يعطيه المطعم لازم تجربوهم طعم رائع جدا لانه نعاود الفتوحات فقط يعني بش نشوفهم كما تشوفوا لان الفتحات هذوكم متاعي اللي بش نعملهم تو تشوفوا كيفاش بش نحط فيهم مكون مش يزيد يعطي مطعم وبنة ومنظر بنين برشة لهنا انا عندي موزاريلا نجم تستعملوا انواع اخرى من الجبن ولكن هذا اللي عندي في المنزل كما تشوفوا تحاولوا تحطوا في الفتوحات الكل كما تشوفوا هنا انا حتيت جام الكمية اللي عندي لكل طو بش نحط الخبز متاعي في الفرن مدة 30 دقيقة على ماتين وخمسين درجة يعني هذا بتبيعة تشوفوا الخبز كيفاش منظروا يكون هاكم تشوفوا الهنا طاب الحقيقة فيه طعم رائع جدا والوصفة سهلة اه ومطعموا يعني متسحقوش تزيدوا معا حاجة اخرى في العشاء خاصة في فصل الصيف لان بتبيعتنا النقص شوية من الاكل تجمو تعملوا معاها السلاطة ان شاء الله يا ربي الوصفة تكون عجبتكم تنسيش الاشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله